ردت وزارة الخارجية الفرنسية على حكم القضاء العراقي بإعدام ثلاثة من مواطنيها في صفوف داعش الإرهابية وقالت الخارجية في بيان لها أن سفارة الفرنسية في العراق نقلت موقفنا من عقوبة الإعدام بحق مواطنينا الثلاثة إلى السلطات العراقية ومبينة أنها تحترم سيادة السلطات العراقية لكنها تعارض حكم الإعدام من حيث المبدأ يذكر أن أقوات سوريا الديمقراطية قد احتقلت 12 فرنسيا ينتمون لداعش الإرهابي في سوريا ونقلت الثلاثة المدانين إلى العراق لمحاكمتهم في شباط الماضي